انا شايف كده ان احنا دخلين على فترة ممكن يبقى لها عنوان بداية في الانفراج السياسي وشايف ان السياسة بدأت تعود مش عايز احمل لك الموقف اكتر مما يحتمل مش عايز ارفع سقف توقعاتك بس لو الامور استمرت على هذا المنوال اللي هو ايه اللي هقولك عليه دلوقتي اعتقد ان احنا دخلين على مشهد سياسي مختلف منذ قليل اعلن المحامي الخاص بالفريق سامي عنان اللي كان رئيس اركان القوات المسلحة الاسبق واللي صدر بحقي حكم بيه السجل عدد من السنوات على ما اسكر عشر سنوات تم الافراج عنه منذ دقائق قليلة الخبر انا بدأت به فورا بعد معرفته مواقع زي المصر اليوم نشرة وعدد من المواقع الاخرى زميل مصطفى باكلي كاتبه على حسابه على تويتر ده كلام كويس جدا جدا والعالمين ببواطن الامور وانا واحد مش منهم واللي بيحلله سياسة بيقولوا ان ده مؤشر على بداية انفراج سياسي خلي بالك في الايام القليلة الماضية وقبل منتدى الشباب الدولي جرى الافراج عن عدد ستة من الزملاء الصحفيين ايضا في قضايا رأش هذه الرسائل بتبعتها السلطة السياسية في البلاد ان احنا دخلين على مشهد به قدر من الانفراجة وانا بدأت مبارح حلقتي بالانترو بالجملة اللي قالها رئيس الجمهورية في منتدى الشباب بمؤتمر في شرم الشيخ لما قال للشباب بتكلموا انتم احرار بس الكلام يكون بشكل موضوعي وهذا الوطن للجميع وليس حكرا على احد بدأت ده مبارح والنهار ده ببدأ بخبر الافراج عن الفريق سامي عنان السلطة ترسل رسائل على مدار هذا الشاه بتقول فيها ان احنا تأديري الشخصي تأديري الشخصي ان احنا دخلين على قدر من الانفراجة السياسية هتسألني ما كنتش توقع الافراجة عن سامي عنان مش متوقع معرفش يعني لكن السلطة بتفجأك النهاردة طيب هل سيتم الافراجة عن عدد من قادة الرأي المحبوسين على زمة قضايا تتعلق بأراءهم مواقفهم او كلام ده ربما لكن طالما السلسلة تفتحت طالما الباب تفتح اعتقد ان كل كم يوم هيبدأ كده الافراج عن عدد من المحبوسين على زمم قضايا الرأي هل سامي عنان كان محبوس على زمم قضايا الرأي؟ ابدا كان محبوس في قضايا عسكرية تتعلق انه لا يجوز لقادة المؤسسة العسكرية الترشح لاي انتخابات وهم لا يزالوا في الخدمة لكن دي بادرة طيبة جدا من الدولة المصرية من القيادة السياسية من الرئيس السيسي تجاه شخص ايضا كان في يوم من الايام رئيس اركان القوات المسلحة خلي الامور تهدأ يحدث درجة من درجات التبريد في جسد المجتمع نرجع تاني نبقى اقرب الى ان يكون لحمة واحدة هل انا برفع سقف توقعاتك اقول لك ولماذا لا يرتفع خلينا وانا قلت لك قبل كده من ايام عشرين تسعة القادم غير الماضي القادم من احداث ومن ظروف ومن قرارات اتوقع انها ستكون مختلفة عما مضى واعتقد ان توقعاتي صدقت يعني لكن انا اتمنى السير على هذا المنوال برحب بقرار الافراج عن الفريق سامي عنان لم اقابله مرة واحدة لم التقي لم امعيش رقم تليفونه ولا هو مع رقم تليفوني لكن انا اقرى المشهد كمواطن وكاعلامي واشجع القيادة السياسية على اتخاذ مزيد من هذه القرارات واشجع كافة اجهزة الدولة واصفق لها بكل قوتي خلينا نمشي في هذا الاتجاه تجاه الانفراجة خلي الجميع تحدث حالة من حالات التبريد في المناخ السياسي في البلد خلونا نفتح ابواب امام شبابنا زي ما الرئيس قال في منتدى شرم الشيخ وعايز ايضا بداية ناشطة لعودة الحياة السياسية للاحزاب خاصة ان احنا دخلين على انتخابات برلمانية خلال عام ولازم نستعد لها من دلوقتي وايضا دخلين على انتخابات محليات يا رب الخير خاصة ان هناك تعديل وزاري جرى اليوم لازم اقرلكم تحليل تحليل الشخص المتواضع لما جرى كل ما مثلا لن يحضر ل effectiveness بل مق Ry dire شبابね من einem impacted